هذا وتزداد الحاجة في هذه المرحلة من مراحل التصدي لجائحة فيروس كورونا إلى التقييد بجميع القرارات الصادرة بهدف الحد من انتشار الفيروس والتطبيق الجاد لجميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية دعماً للجهود المبدولة من قبل فريق البحرين للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بتأثر كبير يتابع الجميع في مملكة البحرين الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا وبحزن بالغ زيادة عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 28 حالة وفاة يوم الاثنين في أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة وتشير وزارة الصحة إلى أن 24 حالة من المتوفين من غير المتطاعمين في حين أن 4 حالات فقط أكملت جرعات التطعيم هذا ما يؤكد دور التطعيم في رفع مستويات المناعة والتحصين وضرورة المبادرة للحصول على اللقاح والجرعة المنشطة اللقاح وهو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الجائحة والأرقام تثبت سواء كانت في الدراسة السريرية أو في أرض الواقع لماذا نعيد ونزيد نقول أن اللقاح هو سبب الزيادة؟ بينا بالأرقام بأن أكثر نسبة ما بين الإصابات في غير متطاعمين وذكرنا بأن اللقاح لن يعطيكم الحماية 100% ولكن سوف يحمي الجزء الأكبر خصوصا الأشخاص التي تظهر عليهم مشاكل صحية ولما للأخبار غير الصحيحة والإشاعات من تأثير سلبي على جهود الفريق الوطني الطبي في التصدي للجائحة فالواجب اليوم عدم الالتفات إليها وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها المعتمدة بالتوازي مع التطبيق الجد للتعليمات واتباع القرارات الصادرة عن الجهات المعنية دون تهاون إذا ما كنتم من أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع عدم نشر معلمات مقلوطة بأن اللقاح هو سبب في الوفيات أو سبب في ذات العداد هذا كلام يعني مردود له بالأرقام ومقلوط وفي هذه المرحلة من مراحل التصدي لفيروس كورونا فأن الواجب الوطني يقتضي من كل فرد من أفراد المجتمع البحريني أن يكون مساندا لجهود فريق البحرين والعاملين بالصفوف الأمامية وبتكاتف الجميع تعود الحياة إلى ما كانت عليه